وفي إسرائيل ينتخب حزب ميرتس الإسرائيلي قائمة مرشحيه الانتخابات الكنيسة الثاني والعشرين وذلك في خضم مشاورات تجريها أحزاب الوسط واليسار لتشكيل تحالفات من شأنها تحسين فرص التغلب على الليهود معسكر الوسط يسار في إسرائيل ينفض الغبارة ويبدأ بترتيب أوراقه مباحثات ومحادثات بين حزب العمل بقيادة عمير بيرتس ورئيس الوزراء الأسبق إهود براك لم يفصح عن مجرياتها تلاها لقاء بين بيرتس وزعيمتها تنعات سيبليفني التي صرحت فور انتهاء اللقاء بأنها لا تزال تدرس إمكانية العودة إلى الحلبة السياسية واجري ذلك فضل الانتخابات الداخلية لحزب ميرتس لتشكيل القائمة من جديد وسط تصارع تيارين الأول يتمثل برئيسة الحزب السابقة تمار زانبرغ المعارض لانزلاق الحزب حد تعبيرهم نحو القضايا الاجتماعية والاقتصادية في البلاد والمتمسك بإنهاء الاحتلال ولا آخر يتمثل برئيس الحزب نيتسان هوروفيتس الذي يحاول جذب الحزب نحو المركز كل معسكر يحافظ على عضوية مركباته في الكنيسة وبالتالي من الضروري أن يجتمع إهود براك مع حزب العمل وميرتس وإلا سيخسروا جميعاً عضويتهم في الكنيسة وبالتالي يخسر المعسكر ومع انتهاء الانتخابات الداخلية لحزب ميرتس قد تتضح خريطة معسكر الوسط واليسار فالتحالفات غالباً ما تبنى بعد الاطلاع على الاستطلاعات بالإضافة إلى إنهاء النقاشات الداخلية لحزبي ميرتس والعمل الذين تعارض الشرائح منهما الاتلاف مع براك